تحت القبعة عنوان معرض يرتقي بنبات الفطر إلى مرتبة الرموز السردية الأساسية ويتيح سفرا ممتعا عبر مختلف مراحل التفكير الفني الفنانة التشكيلية مونيا بوطال بنجم الدين التي تغوص بالزائر في الطبقات المتعددة للمعنى الكامن وراء كل عرض تقديمي لنبات الفطر من أجل إثارة تفكير معمق حول الحالة الإنسانية أمام التحديات المعصرة إنه بحث بدأت العمل عليه منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19 بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بعناصر بسيطة للتزيين وإنما رموز السردية أساسية في الواقع تكشف كل قطع عن منظور مختلف يعكس تعقيد الأوقات التي نمر بها نبات الفطر الذي كان رمزا للفيروس أصبح استعارة لثنائية الطبيعة البشرية وعلاقاتنا بالعالم ما يجعل هذا المعرض التشكيلي مميزا هو الأسلوب الذي تستكشف الفنانة مونيا بطالب من خلال حياة نبات الفطر لتوسيع نطاق المعاني ترجمة نانسي قنقر